يعني الذي يصوم بعض الامراض علاجه الصوم لكن لو قال قال طيب انا اصوم وقصدي بذلك العلاج هل لي اجر؟ نقول انت اصوم لله عز وجل وتأتي هذه الفوائد تبعا لا تجعل قصدك العلاج وانما اجعل قصدك طاع لله وتأتي هذه الامور تبعا نظير هذا من ابتليه بالشهوة ولا يجد الزواج فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا ماذا؟ قال فمن لم يدفع عليه بالصوم فانه له وجاء